أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أهمية مشاركة القطاع الخاص بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وخلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة شدد رئيس سيسي على ضرورة تطوير النظم الرئي والزراعة بالمشروع وكافة المشروعات الزراعية بالدولة كله بيناقش القضية في إطار أن المياه متوفرة فهو يزرع بيها وده أمر طبيعي وموضوعي يمكن لكن أنا عايز أقول اللي بيسمعني المياه عندنا في مصر مش متوفرة بالبساطة ديت ولو إحنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مياه إحنا محتاجين أن نظم الرئي تتطور جداً ونظم الزراعة تتطور جداً وحتى التقاوي البذور المستخدمة تتطور جداً